خلال ندوة صحفية نظمت بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس مارتشي كاميد في يوليوز 2009 تم تأكيد على أن هذه المؤسسة عملت على تنفيذ استراتيجية تنموية منسجمة ومبتكرة في هذا الصدد والتي رسم معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس كما أنها تسعى إلى إطلاق مشاريع كبرى تهدف أساساً إلى تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة للنظور الكبير هي تنقية البحيرة وكذلك طبعاً فتح مدخل جديد للبحيرة اللي اعطى سيدنا الله ينصره في 2019 يعني 2019 ديالو لأنه قبل 2019 هذا المدخل من طرف وجرة التجهيز وفي 2019 كانت 60 ديالو كان في نفس الوقت إعطاء الانطلاق للمشروع مارشيكا وفي نفس الوقت كانت 60 المدخل الجديد اللي جدد المياه ديال البحيرة واللي أصبحت الحمد لله زرقاء الآن وكما قلتكم أنه السكان بهذا الكورنيش اللي صابوت بمنتزه الطيور والكورنيش هذا الورج انتصب اليوم كمشروع سياحي وحضر هام من شأنه الإثام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشرق من خلال إحداث الثروة والنهوض بالتشغيل وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لبحيرة مارشيكا وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع تنقية البحيرة باستثمار بقيمة مليار درهم ونصف وكان لأشغال التنقية وقع إسماع هام حيث تم التعبئة يد عامل محلية أصبحت على دراية بعد ذلك بالمهن المتعلقة بالبيئة